إذن حديث متواصل عن الدور المحترفين ولكن هذه المرة عن التحكيم وحصاد لأبرز الحالات التحكمية اللي كانت موجودة في الثلث الأول من الذهاب أول أربع جولات حوالي 17 حالة رح نقشها إن شاء الله اليوم مع خبيرنا خبير التحكيم اللي مستخر فيه الكابتن اسماعيل حافي مساء الخير مساء الخير أستاذ بسام ومساء الخير على إخوة المشاهدين والمستمعين وكل عام وأنتم بخير وجمعة طيبة إن شاء الله الله يعطيك العافي شقنا لكابتن اسماعيل والله أنا بالأكثر يا سيدي إن شاء الله إحنا في الوقت اللي إحنا بنكون فيه موجودين إن شاء الله وعنا متاح يعني بعض الحالات تكون حالات دسمة رح إن شاء الله نتواصل معكم أول بأول ما هي الحالات دسمة دائما موجودة يا كابتن اسماعيل طالب إشبار هي حالات دسمة موجودة هذا الفطفول نعم هذا موجود طيب عشان نكسب وقت عشان في عنا 17 حالة نذهب سريعا إلى الحالة الأولى لقاء الفيسلي والرمثة في هدف تم إلغاؤه لمابوكو بداعي التسلل نشاهد الحالة ثم نسمع تعليق لخبيرنا اسماعي الحافي هذه الحالة كفر اسماعي الحالة أمام السادة المشاهدين أعتقد الحالة طبعا بكامرة التلفزيون الأردني ما كانت الحالة واضحة من خلال إحنا لما نتكلم عن موضوع التسلل نتكلم على موضوع مرسل ومستقبل لأنه حتى نحدد اللاعب المهاجم الموجود في موقف تسلل هل ارتكب مخالفة تداخل في اللعب أو تداخل مع منافس أو استفاد من الفرصة نحن نشوف هنا الآن لحظة لعب الكرة خنقول ما كان واضح موقف اللاعب المهاجم لكن للأمانة احنا في عنا في كامرة الاتحاد نعم أو كامرة دائرة الحكام طبعا يعني احنا عنا كاميرا موجودة في جميع أنحاء الملعب نتصور الآن إذا نرجع قليلا ونشوف لحظة لمس الكرة لحظة اللمس الأولى من اللاعب الفيصالي نعم هنا لحظة اللمس الأولى نقدم نقدم بس الآن بس حتى نكون الأمور واضحة للإخوان المشاهدي الآن هنا اللاعب الموجود في موقف تسلل أو غير موجود في موقف تسلل غير ظاهر على الشاشة وبالتالي لا نستطيع الحكم على موضوع هذا اللاعب الآن هو موجود في موقف تسلل الآن نشوف كميرة الاتحاد نعم نكمل اللقطة نعم نكمل اللقطة موجود كميرة الاتحاد يتبين أنها بالضبط المرسل والمستقبل نعم طبعا أكيد راح يكون الموضوع أوضح نكمل للحالة للآخر نعم تمام بعد هذه الحالة راح تيجي نعم نعم بالضبط هاي عيد قليلا نعم هذه حالة كميرة دائرة الحكام لحظة التاملة نعم كميرة الاتحاد تمام الآن لحظة اللمس الأولى الآن بس اللاعب الأزرق يحط قدمه على الكرة بركل الكرة الآن شايفين اللاعب الفيصل المهاجم موجود في موقف تسلل وهو أقرب خط قوس الدائرة من اللاعب المدافع الكحلي وبالتالي الآن هذا اللاعب في موقف تسلل وصلت الكرة لهذا اللاعب طبعا الحكم المساعد في مكان سليم بك مركز صح تركيز عالي ربط الحالة بقانون اللعبة وبالتالي الإعلان عن وخالف التسلل يعني قرار الغاء الهدف قرار سليم نذهب حالة ثانية نفس المباراة الفيصل والرمثة في هدف الفيصل سبقوا شك بلرسة يد على اللاعب نزار رجدا هل نتابع الحالة ونعلق عليها الآن إذا تسمح لي بس قبل من حطي الحالة نخط الصورة اللي أعطيتها للمخرج طبعا الأخ محمد الثنبات مشكور على نعم قبل الزيديو في الصورة نعم نعم خلال ترتيب هاي الحالات التحكمية وإعدادها نعم تمام يعني هاي الصورة أمام الإخوة المشاهدين حتى بس تكون الأمور واحدة للجميع اليوم الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي يعمل بتحكيم متطور نعم والآن كرة القدم أصبحت كرة قدم حديثة وبالتالي إحنا في دائرة الحكام وفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال طبعا مدير دائرة الحكام الأستاذ عمر بشتاوي والكابتن عوني حسونة وأنا أعمل معهم كمسؤول عن المقيمين والمحاضرين نتواكب مع متطورات كرة القدم بخاصة في القانون نعم وبالتالي الآن أنا بس بحب أوضح للإخوان المشاهدين المنطقة الخضراء بأعلى الكتف التقاء الكتف مع الدراع هاي لا تعتبر مخالفة لا تعتبر مخالفة لمسة يد المنطقة الحمراء من الدراع هاي فقط تعتبر مخالفة لمسة يد وبالتالي الآن أنا بس من خلال هذا الموضوع عشان نحن متكلم بموضوع لمسات اليد ليس كل لمسة يد مخالفة نعم تمام هذا المحور مهم جدا لازم الناس تعرفوا حتى نعرف نوصل الرسالة في التحليل الحديث نروح للحالة ونشوف نعم هل تابع الفيديو الآن تمام نشوف الآن الحالة الحالة الفيديو أمام الجميع نعم الآن ستوب نعم نرجع بس لورا شوية في عندي نقطة مهمة جدا حتى نكون أكثر شفافية وأكثر قناعة في الكلام نعم أول شيء تمركز الحكم الآن تمركز الحكم هو كان ممتاز جدا زاوية رؤية واضحة يشاهد كامل الحدث الآن نشوف لاعب الفيصلي الآن يده أوكي مفتوحة لكن النقطة التي لمست بها الكرة هي النقطة التي تتحدثنا عنها منطقة الخضراء المنطقة الخضراء أو منطقة التقاء الذراع بالكتف نحن نقول عنها في لغة الإنجليزية الارمبت وهي موضوع الإبط وما حوله نعم نعم ليست مخالفة الآن لو تحركت هاي النقطة أو هذا الجزء من الجسم باتجاه الكرة أو الكرة لمست هذا الجزء لا يعتبر مخالفة نعم وبالتالي هذا الشيء بالنسبة للحكام الآن أصبح شيء عملي وفعلي ومفهوم نعم أعتقد في لقطة قريبة كمان خلنت تابعا نتابعا نتابع الفيديو نتابع الفيديو الآن هاي الحالة كمان أوضح حتى لو كانت لاعب الفيصة المفتوحة هي يمكنك تسمعين للمشاهدين وإنه مش وارحة ولكن أعتقد لحكم اللقاء هي مقابلة تماما نعم هي واضحة جدا لاعب ده ظهر الكاميرا ولكن بواجه الحكم يحدد الحكم بالضبط هل لمسة الجد أم لمسة المنطقة المسموخة بس لكن في نقطة مهمة جدا هنا ممكن أنه اللاعب الفيصة كمان استخدم هذا الجزء كمهارة وهذا مسموح نعم تمام لأنه هذا الجزء ليس مخالفة برجع بقول أنه هذا الجزء ليس مخالف نعم وبالتالي الآن هو المخالفة مش موجودة نعم وبالتالي الآن تم خمقول استمرار اللعب لأنه ما عنا صافرة من الحكم ما عنا مخالفة نعم والهدف صحيح نعم الحالة الثالثة نفس المباراة أيضا رمث طالب بركلة جزاء بعد خطأ مفترض على سالم العجلين نتابع هذا اللقطة ونسمع تعليق الكابتن سماعي الحافظ هذا اللقطة نعم تمام يعني أول شيء هاي الحالة بنرجع من البداية نعم تمام بنرجع من البداية ونشوفها ونشوف بعدين الزوم أو الكاميرا القريبة تمام حتى نحدد هل يوجد مخالفة ولا لا أول شيء هناك التحام نعم هناك تنافس التنافس موجود في الخنجون من خلال القدم لاعب الفيصلي على قدم لاعب الرمثة نعم الآن نشوف تمركز الحكم هل كان تمركز الحكم جيد أو كان تمركز الحكم نعم خنقول ما أبعطي الفرصة بالمشاهدة الصحيحة هل كان في علي بلوك من اللاعبين القريبين نعم وبالتالي الآن إحنا عشان نحدد الأمور نعم اللاعب الفيصلي الآن هو ذهب باتجاه لاعب الرمثة نعم الآن الركل موجود في المكان خنقول أمام سادة مشاهدين داخل منطقة جزاء القدم اليمين باتجاه القدم اليسار الآن صار فيه تغيير في اتجاه القدم وبالتالي الآن المخالفة موجودة نعم وبالتالي ما كان التنافس عادل نعم كان فيه ركل الجزاء مفقودة في هاي الحالة نعم وبالتالي الآن يعني حتى كمان يعني أنا أوضح للإخوة المشاهدين الحالات التحكمية الجدلية والحالات التحكمية الصعبة نحن نحاول كمان نستمزج أراء خبراء تحكميين فنيين على مستوى أوروبا ومستوى آسيا نعم وطبعا كان فيه عندنا هنا انقسام 50-50 في هذا الموضوع بصراحة نعم لكن احنا رأينا كدائرة حكام في هاي الحالة أو أنا رأيي كمان وشارك كمان للإخوان في دائرة الحكام إنه المخالفة موجودة وكان يفترض الإعلان عن ركل الجزاء طبعا الخطأ ما كان عسلام معجرين أعتذر ما الخطأ ما عسلام معجرين نذهب للحالة الرابعة الجزيرة وشباب الأردن مطالبة بركل الجزاء للجزيرة نمسة يد مفترضة على المدافع البرازيلي الكارلوس نتابع هذه الحالة فريق الجزيرة كان هجم من الجهة الشمال نتابع الحالة ثم تزديده وكارلوس البرازيلي تمام يعني الآن الحالية موجودة أمام السيد المشاهدين فيه لقطة قريبة الآن أنا بهمني بس انتقال الحكم إلى داخل منطقة جزاء بالأوبن بلاي هاي اللقطة قريبة نعم هاي اللقطة قريبة بس إذا فيه مجال نأخذ اللقطة من البداية مشاهد نشوف تمركز وتحرك الحكم لأنه بهمني كمان الحكم الآن الفهم والمتغير الثاني للعب داخل منطقة جزاء مهم منشوف الآن بالضبط هاي الحالة الآن نمشي فيها الآن الحكم خنقول بحاول أن يكون قريب يفتح زاوية رؤية الآن ستوب نعم نرجع على وراء بس شوية مهم جدا هذا الشيء الآن ستوب بالضبط منشوف الحكم أمامه لاعب أمامه لاعب براوضو أبو عبد الحميد الآن هذا اللاعب الأحمر الموجود أمامه الحكم هذا عمل بلوك على الحكم إنه ما كان عنده زاوية رؤية جيدة تسمح له بمشاهدة الحاجة الحكم مساعد اليوم الحكم المساعد في عنده خط التسلل في عنده الكرة جتازت ما جتازت نعم فهي من مهام الحكم داخل منطقة جزاء يفترض الحكم أنه يأخذ على الأقل إلى اليسار يفتح زاوية الرؤية حتى أنه يأخذ القرار الصحيح الحالة نشوف الآن بالضبط اليد اليمين لللاعب الأحمر نزلت باتجاه الكرة فإذن اليد هي من بحثت عن الكرة هناك التعمد موجود المخالفة موجودة ركل الجزاء فقط لغير وليس ركل الجزاء مع بطاقة لأنه هاي كرة ملعوبة كروسبول ملعوبة بالعرض نعم الحالة التالية نفس المباراة أيضا في شك في ركل الجزاء أخرى لفريق الجزيرة هنتابع لمصرحة أبو شعير هاي اللي عادة نعم تمام الآن يعني حالة أخرى داخل منطقة الجزاء وإحنا بنعرف كل الحالات اللي داخل منطقة الجزاء هي حالات مهمة جدا نعم تعتبر يعني من الحالات اللي يتم الوقوف عندها طويلا إذا بس من ثبت الآن ستوب بس بالضبط الآن يعني أعتقد أنه الصورة تتكلم لأنه اللاعب الأحمر واضح للجميع أنه لعب الكرة نعم راح باتجاه الكرة وللعب الكرة الأهم من هذا الموضوع والهي الاسمول دي تيز التفاصيل البسيطة نعم اليوم اللاعب المهاجم ذهب إلى اليمين قليلا باتجاه مصاري اللاعب المدافع نعم تمام وبالتالي اللاعب المدافع اليوم يبحث عن أي لعب غير عادل وإنما هو كان هدفه لعب الكرة وبالتالي نجح بلعب الكرة دون ارتكاب أي مخالفة نعم أهم من هذا الموضوع نشوف تمركز الحكم نعم الآن تمركز الحكم كان تمركز ممتاز جدا دليل على أن الحكم فاهم شو اللي راح يسير في المتغير الثاني نعم شوف الحكم كيف الآن نعم موجود موجود غير اتجاهه زاوية رؤية صحيحة كان في عنده قرار مكتمل يعني ما في ركل الجزاء ما في ركل الجزاء نعم طيب نفس المباراة في شك أيضا بحالة تسلل على المهاجم خالد الدردون تابع هذه الحالة نفس الجزيرة مباراة جزيرة وشباب أردن ها طبعا كاروس مع الكلعة الآن الحالة أمام السادة المشاهدين طبعا الحالة واضحة الكرة ملعوبة خنقول بشكل عرضي كان في عندنا لاعب مهاجم من فريق الجزيرة يعني خنقول شباب الأردن خالد الدردون عفوا من فريق شباب الأردن في موقف تسلل نعم هاي العاد تمام الآن اللاعب موجود في موقف تسلل لكن نعمل ستوب مش من بداية اللعب لأنه الآن في عندنا هنا توبارت في عندنا جزءين نعم الجزء الأول هو لحظة لعب الكرة نرجع اللي هي لحظة لعب الكرة الأولى الأولى نعم نرجع على وراء شوي كمان نرجع نرجع كمان نرجع الآن لحظة لعب الكرة الأولى الآن في عندنا اللاعب في موقف تسلل الآن هذا اللعب المهاجم الموجود في موقف السلول لم يستلم الكرة مباشرة إنما الكرة عدت على محطة أخرى على محطة المدافع الآن هنا في الأشي الجديد وفي الأشي اللي يجب أن لا يعرفون هذا اللعب مدافع هل لعب الكرة بتعمد؟ أم كانت ارتداد أو انحراف من هذا اللعب المدافع؟ وبالتالي الآن تحديد أن هذا اللعب المدافع لعب الكرة بتعمد فيها شغلتين مهمات جدا أول شيء المسافة والوقت المسافة من لحظة لعب الكرة حتى وصلته والوقت الكافي وبالتالي عنده أكثر من option عنده أكثر من خيار بلعب الكرة هو اختار أنه لعب الكرة بهذه الطريقة هذا تعمد لعب الكرة وصلت للعب الموجود المهاجم الموجود أصلا فيه في تسلل لكن وصلته من المدافع بتعمد لعب كرة وبالتالي الآن انتفى شرط التسلل في هذه الحالة وبالتالي الآن هذا الصحيح ملغي صحيح نعم الحالة السابعة مباراة سحاب والصريح فيه هدف الوحيد سجلوا كالديرون هل سبقوا خطأ أم لا هنتابع هذه الحالة تمام طبعا يعني الحالة الآن موجودة منشوف الحكم طب هذا الهدف في الأمام فيه إعادة لبداية الهجم رح نتابعها نعم تمام الآن الحالة الآن أمام الجميع هيدا للأمام فيه إعادة أخرى نعم رح نكون في إعادة ثانية نعم الحكم قريب جدا تمام وشايف الحالة مية بالمية نروح بس نعمل نعمل خنتاب الإعادة كابتن هل هناك خطأ سبق الهدف أم لا أوكي أو أيضا ممكن لسه الأعادة التالية تمام نلعب نلعب أكثر تمام هي هاي هنا هنا كان فيه اعتقاد أنه صار فيه أنه لمس باليد نعم هم كلا فيه فيه فاول ولا لا فيه خطأ اللعب لا الفاول الفاول مش موجود نحن الآن الحالة الأمامنا الآن الفاول مش موجود إطلاقا أوكي الآن هل كان فيه لمس باليد أم لا نعم أوكي هنا هنا قصة الديد هاجم نعم نعم الآن الان كمل كمل الآن ما فيه عندنا أي مخالفة تنافس طبيعي عادل ما عندنا أي شيء الآن هذا الاصطدام طبيعي اللي صار بين اللاعبين يعني ما كان هناك دفع بالعكس اللاعب الأزرق هو من ذهب باتجاه اللاعب الآخر الآن إحنا منشوف أنه الكرة استضمت ب أعلى الكتف وليس في المنطقة اللي نعتبرها مخالفة اللاعب ما عندنا مخالفة نعم عشان كنتنا عشان عامل وقت ما شاء الله عندنا حالات آآ مباراة نفس المباراة مباراة سحابه الصريح آآ في خطأ لآآ أبو عرقوب من وأي عمران هل كان هذا خطأ صحيح أم لا تمام نعم الآن الحالة موجودة آآ كان فيه عندنا آآ مخالفة لم تحتسب نتيجة آآ خنقول العرقلة بإهمال باتجاه آآ اللاعب آآ الصريح نعم تمام الآن إحنا بهمنا هنا في هذا الشيء معايير الفرصة المحققة نعم أو معايير خنقول الهجوم الواحد نعم وبالتالي الآن كان فيه عندنا لعب مدافع أقرب وكان فيه عندنا الآن مخالفة لم تحتسب وكان يجب على الحكم احتساب ركلة حرة آآ مباشرة لصالح فريق الصريح مع بطاقة صفراء للمدافع نعم الحالة اللي بعدها أيضا فيه احتكاك أكثر من لقطة احتكاك بين اللاعبين خنتابعها ونسمع تعليق سريع مكتن تمام الآن الحالة أمام السهد المشاهدين شايفينها كان فيه مكاتفة عادلة الآن كل القدمين على الأرض اللاعبين بيبحثوا عن الكرة الكتف بالكتف لكن قوة الجسمانية لللاعب خنقول الكحلي كانت أقوى وبالتالي سقط اللاعب ومثم الآن صارت حالة أخرى مشابهة الآن تنافس العادل هذا مهم جدا حتى نرفع رتم التنافس ما بين اللاعبين نحن نشوف الآن هذه كرة القدم تمام الآن الحالة الثانية تكاد أن تكون تنافس عادل لكن نحن نشوف أن الحكم احتسب مخالفة وأعطى إيطاعة فرصة نعم وشوفنا كيف إشارة الحكم هنا واضحة وبالتالي الآن قرار الحكم صحيح في كل تالحالتين نعم الحالة العاشرة الفيسنة والصريح كان هناك اشتراك خطر بين مجد العطار وعدي رقبات نتابع الحالة طبعا هذه الحالة فيها جزئتين الحالة هذه مهمة جدا لأنها أمام الحكم المساعد الأول وبالتالي هي حالة مكتملة نشوف ستوب الآن ستوب باك باك تمام بالضبط الآن هنا كل اللاعبين يشاهد الكرة نعم كل اللاعبين وجهه للأعلى يشاهد الكرة وبالتالي الآن كل اللاعبين يبحث عن الكرة نعم نشوف الآن اللاعب الأحمر يقفز للخلف نعم حتى ينافس على الكرة واللاعب الأزرق يقفز للأعلى حتى ينافس على الكرة الآن الشيء اللي صار ما بين اللاعبين هذا تنافس طبيعي وتنافس عادل ويحدث في كرة القدم وبالتالي الآن لا يوجد هنا مخالفة واستمرار اللعب كان قرار سليم وشوفنا طبعا الحكم المساعد كان واضح وعنده تركيز عالي وكان القرار صحيح بعدم احتساب مخالفه نفس المباراة شهدت لقطة مبوك ووقف على الكرة انتابعه ونسمعت على الكابتن اسميل طبعا هذا التصرف اذا بس الاخ محمد بن بات مخرجنا الحبيب انه يوقف بس الكرة او يوقف اللقطة لحظة الوقوف التام من اللاعب الازرق على الكرة الآن راح نشوف بلعبك ايوا تمام اوكي الآن هاي الحركة اللي قام فيها هذا اللاعب ماذا تعني هل تعني انه انت كلاعب مدافع او كلاعب منافس لا تستطيع انك تتخلص من الكرة هل هاي الحركة حركة لعب هل هي مهارة ام هي عدم احترام واستقلال بقدرات اللاعب الاخر واستفزاز اللاعب الاخر هاي مادة او نقطة مذكورة في المادة 12 عدم احترام اللعبة وبالتالي هذا النوع من انواع التصرفات لدى اللاعبين الآن سوف يتم التركيز عليه من الحكام نعم نرجو عدم تكراره لانه هذا الشيء بسيء لا خنقول صورة لعبة كرة القدم نعم وشوفنا احنا حالات كثيرة سواء في الدوري الاوروبي او الدوري الافريقي او الاسيوي تم التعامل مع هاي الحالات يعني سلوك غير رياضي ويستطي بطاقة صفراء يجب الآن الآن راح تسألني شو الاستئناف اذا حكم اوقف اللعب نعم الاستئناف بركة الحرة غير مباشرة للفريق الاخر لانه المخالفة ارتكبت ضد قانون اللعبة نعم عدم احترام اللعبة نعم وبالتالي الآن ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس بطاقة صفراء وبطاقة صفراء نعم اه مبارات الحسين وسحاب اه في شك بركة جزاء للحسين من نمس اليد لجبر الخطاء نعم هنتابعها الآن الحالة طبعا موجودة امام الاخوان اه طبعا في العادة بطينا نعم تمام اللاعب المدافع عمل خنقول بلوك لمسار الكرة نعم بتكبير الجسم باستخدام اليد البعيدة عن الجسم بشكل غير طبيعي ولا يتوافق مع حركة الجسم نعم وبالتالي الآن ركلة الجزاء موجودة تمام الآن استوب تمام نعم الآن ركت جزاء موجودة والكل متفق على انه مخالفة لمسة اليد موجودة لانه الآن واضحة للاخوان المشاهدين كيف اليد بعيدة عن الجسم عمل بلوك الآن بنظل موضوع العقوبة الانضباطية العقوبة الفنية او القرار الفني ركت جزاء نعم العقوبة الانضباطية هل هناك بطاقة صفراء ام لا نعم الآن اذا اعتبرنا هاي الكرة مسددة باتجاه المرمى باتجاه المرمى يجب على الحكم منح بطاقة صفراء اذا اعتبرها تمريرة ملعوبة تمريرة الان فقط رخلة جزاء اذا مش شك هناك ركت جزاء تم احتسابها نفس المباراة في كان هناك سقوط للعب سحاب عصام سميري هناك كان اشتراك مع جزمة هل تابع هذه اللقطة تمام الان الحالة كانت على خدود منطقة الجزاء الحكم كان قريب زاويت الرؤية ممتازة لدى الحكم الان ستوب الان هنحن بهمنا فهم لعبة كرة القدم نعم فهم التنافس ما بين اللاعبين نعم احنا نشوف الان اللاعب المهاجم هو ركل الكرة للأمام اللاعب المدافع اللي هو الابيض ستوب الان القدم على الارض نعم قدم على الارض لم يتم لمس لقدم اللاعب المهاجم والدليل على انه اللاعب المهاجم كمل مخرجنا الحبيب محمد نكمل الآن خطوة خطوطين كمان كمان يعني بالخطوة الثانية كانت الرجل حرة ما في هناك أي تأثير فأخذ خطوة وخطوتين ومن ثم سقط يعني ما في ركلة جزاء ولا ركلة حرة لا يوجد ركلة جزاء نفس المباراة أيضا سحاب طالب بركلة جزاء كالديرون حنتابع هذه اللقطة نعم تمام يعني كمان يعني المعطيات أو متطلبات القرار الصحيح اللي هو التمركز الصحيح نحن دائما نقول التمركز السليم يؤدي إلى قرار سليم من قبل الحكس نعم نشوف الآن أمام سادة المشاهدين اللاعب الأيباد اللاعب الكرة نعم نشوف الآن اللاعب المهاجم تمام الآن لما خنقول فقد الكرة أسقط نفسه تحايل وبالتالي الآن التحايل موجود وهذا كمان نوع آخر من أنواع اللي احنا راح نشدد عليها طبعا والحكام راح نشددوا عليها في موضوع التحايل نعم واتخاذ قرار من الحكم دون وجه حق نعم نشوف الأهم من هذا الموضوع أنه بعد ما تم إعطاء البطاقة الصفراء والاستيناب ركلة حرية غير مباشرة نعم حتى اللاعب اللي ارتكبت وهو اللي ارتكب مخالفة التحايل نعم كان راضي جدا عن قرار الحكم نعم يعلم في كينونة نفسه أنه حاول يتحايل على حكم أنه أنا بدي أتحايل على حكم وأخذ منه برار غير مستحق نعم الحالة اللي البعديها نفس المباراة أيضا طالب مطالب بركلة جزاء نتابع هذه الحالة فريق سحاب طالب بركلة جزاء في هذا النقطة تمام الآن موضوع مطالب بركلة جزاء أنه كان فيه لمسة يتعد على اللاعب المدافع أم لا الآن طبعا موضوع الاعتراض على قرارات الحكام نعم موضوع إضاعة الوقت وتأخير السئنا في اللعب موضوع احترام المنطقة الفنية للإخوان طبعا المدربين والمدراء الفنيين نعم هذا شيء مهم جدا نعم سيتم التعامل معه نعم طبعا إحنا مش من عنا هذا شيء طبعا على مستوى الفيفو على مستوى التحديد نعم الآن اللي صار الصورة تتكلم في لاب تقريب هاي العادي لفتر نعم اللاعب المدافع سقط نعم عشان بس أوضح نقطة مهمة جدا بعد ما نحكي في موضوع الحالة نعم الآن أمام السادة المشاهدين نشوف اللاعب المدافع سقط على الأرض تمام الآن ما فيه لمس للكرة باليد إطلاقا لا باليد اليمين ولا باليد اليسار الآن الكرة كانت موجودة على خنقول على منتصة جسم اللاعب على منطقة الخصر نعم ما كان فيها لمسة يد نعم هاي نقطة النقطة الثانية في حال سقوط اللاعب على الأرض واستخدام يده أو ذراعه ليكون يد داعمة وتم لمس الكرة الآن لا كمان لا تعتبر مخالفة حتى لو كانت اليد نعم ما بين الجسم نعم على كل إحوال ما فيه ركن الجزائي في هذا اللقطة نعم اللقطة ما قبل الأخيرة مباراة الوحدات وشباب الأردن في شك بركض الجزاء لم تحتسب لفريق شباب الأردن للبرازيلي دوغلس خنتابه هذه الحالة تمام الحالة طبعا يعني موجودة في أكثر من زاوية وطبعا للأمانة حالة صعبة جدا ليست حالة سهلة نعم طبعا هي فيها جزئتين وأنا راح أتكلم هل هناك مسك من المدافع الوحدات تمام وأنا راح أتكلم بجزئية مهمة في القانون نعم تمام يعني ستوب الآن ستوب ستوب الجزئية المهمة في القانون ليس كل مسك مخالفة نعم والآن هذا شيء يعني لازم كل يعرفه نعم ليش لازم كل مسك مخالفة المسك يجب أن يؤدي إلى منع نعم لازم يكون فيه تأثير على اللاعب لما بمسك اللاعب لازم أؤثر على قدرة هذا اللاعب خنقول في الاستمرار أو في لعب الكرة نعم على مكان التنافس تحت نعم خنقول بالقدمين هذا واحد نعم الثنين الآن اللاعب المهاجم لما عمل حاول أن يعمل التفاف نعم طبعا إيده اليسار مباشرة كانت تحت إبط لاعب الوحدات اليسار نعم لغاية الآن ما عندنا مخالفة ومنشوف الآن منمشي كمان ستوب ستوب الآن لغاية الآن ما في مخالفة نعم مع أنه الآن يد اللاعب المهاجم منشوفها طبعا طالعة تقريبا ما في مخالفة الآن إيما تحدثت المخالفة نكمل 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 ستوب لا باقي شوي لو سمحت باقي شوي هي طبعا الحالات التحكمية بتحتاج إلى دقة في التقديم والتأخير الآن هون منشوف اللاعب الأخضر كيف نعم ذهب كمان يعني خنقول حشر أو احتفظ في ذراع اللاعب الأحمر تحت إبطه نعم ومن ثم خنقول استمرار اللاعب الأحمر أو حاول أنه يفلت يروح باتجاه الكرة الآن نشوف كيف اللاعب الأخضر الآن هنا حدث التأثير نعم تمام وهنا حدث المخالفة وبالتالي كان يجب على الحكم منح ركل الجزاء لصالح شباب الأردن نعم وبطاقة صفراء لهذا المدافع لأنه المدافع في حالات المسك نعم والدفع لا ينافس ولا يحاول لعب الكرة داخل مطقة الجزاء نعم وبالتالي ركل الجزاء هون نعم يجب أن تحتسب لصالح شباب الأردن مع بطاقة صفراء نعم الحالة الأخيرة مبارات الصلط ومعان مطالبة بركل جزاء لفريق الصلط نتابع هذه الحالة الأخيرة نعم تمام الآن الحالة يعني يعني حالة من الحالات اللي فيها كثير أمثلة صارت كمان في البطلات الكبيرة خنقول أولا الكرة ملعوبة من مسافة نعم نرجع على ورا نرجع على ورا تمام نرجع نرجع الآن لحظة اللاعب الأزرق ما نافس على الكرة نعم لحظة اللاعب الأزرق ما نافس على الكرة ونعمل استوب استوب بالضبط ممتاز والآن نشوف اللاعب الأبيض وضع الذراع تبعه الآن في هذا الشكل نعم ومن ثم عندما لمست الكرة ما زال وضع الذراع في نفس الشكل نعم لم يتغير ولم تذهب الذراع باتجاه الكرة نعم الآن هذا الذراع الذراع يتوافق مع حركة الجسم وبالتالي الآن واحدة من النقاط لا يوجد مخافة لمسة يد على اللاعب إذا كان تحرك جسمه وتحرك ذراعه يتوافق مع حركة جسمه نعم تمام وبالتالي الآن في هذه الحالة قرار سريع لا يوجد مخافة يعني من أبرز النقاط أنه ليس يكون لمسة يد مخالفة تمام بالضبط ليس يكون مسك مخالفة في معايير قانونية تم اعتمادها وتطبيقها وإن شاء الله هذه الثقافة من خلال كان النعبة بيحتاج وبشدة على بعض القرارات مرات بيكون فيه أمور قانونية ممكن لا يعرفها للجميع وبالتالي هدفنا من هذه التفقرة كابتن إسماعيل أنه يعني نزيد الوعي حتى نخفف شوي الضغط على حكام مية من مية وفيه شغلة ثانية مهمة كمان أنه إحنا طبعا في دائرة الحكام من خلال الكابتن عمار بشتاوم يدير الدائرة والإخوان يعني إحنا باب الدائرة مفتوح الأندية التي تحتاج محاضرات بالتحكيم إحنا جاهزين أن نروح للأندية لتوضيح ما هو جديد وهاي طبعا خطوة موجودة وأنا طبعا سبق وإني أعطيت أكثر من محاضرة للأندية وهذا من نشر المعرفة التحكيمية بين اللاعبين والمدربين حتى الإعلام حتى الجمهور فهذا شيء مهم جدا وطبعا الشكر لكم في التلفزيون واجبنا كابتن علياتيك العادة يكلوا عنتم بخير تقبل الطاعة إن شاء الله حياك الله